السلام عليكم أعزائي طلبة سنة أولى ثانوية مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد نواصل سلسلة دروس الرياضيات مع الدرس الموالي لمحور عموميات على الدوار اللي هو شفعية الدالة اليوم نتعرف إن شاء الله ما معنى شفعية دالة نبدأ بها بتعرف F دالة معرفة على D حيث D جزء من A يعني عندي D مجال اللي هو مجال نخذه من المجال A نقول أن F دالة زوجية إذا كان D متناظر بالنسبة إلى O D هو اللي يكون متناظر بالنسبة O يعني المجال التاعي أي نقطة من المجال التاعي عندها صورة على هذا المجال بالنسبة إلى O وكان لكل X من D يعني كل X من D اللي قلت لكل نقطة عندها صورة هذا ما نقصده بهذه الكتابة F لنقص X يساوي F لX يعني مثلاً نقص واحد صورته هو واحد متناظر بالنسبة إلى O نضرح هنا هذا المجال مثلاً عندي المجال التاعي يعطيني المجال D يساوي مثلاً نقص خمسة خمسة المجال التاعي يعطيني المجال التاعي يساوي نقص خمسة خمسة يعني عندي هنا نقص خمسة خمسة وعندي هنا نقطة البداية هي O خمسة متناظرة بالنسبة إلى نقص خمسة بالنسبة إلى O واحد مثلاً هنا عنده تناظر تاعي اللي هو نقص واحد بالنسبة لهذه النقطة O يعني F لنقص X يساوي F لX إذا تحصلنا على F لنقص X يساوي F لX نقول أن الدلة تاعي رهي زوجية هنا حسابياً كم بيّنها حسابياً أما التفسير الهندسي أو التفسير البياني التمثيل البياني لدلة F كي تكون زوجية التمثيل البياني تح يكون متناظر بالنسبة إلى محور تراتب يعني عندي بيان البيان تاعي في هذا المعلم يعني البيان تاعي مثلاً يجيب هذا الشكل رهي متناظر بالنسبة إلى محور تراتب نروح لمحور التراتيب نحط مثلا قلم نحط القلم تاعي هكا نشوف إذا كان متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب نقول أن الدالة تاعي رهي زوجية هذا ما نقصد به التفسير الهندسي أو نقول لك فسيرها بيانية أما الدالة الفردية نقول أن الدالة الفردية إذا كان دي متناظرا بالنسبة إلى أو نفس الشيء للمجال تاعي لجب يكون متناظر بالنسبة إلى أو المجال هنا قلنا المجال متناظر بالنسبة إلى أو وكان لكل إكس من دي أفلي نقص إكس يساوي نقص أفلي إكس هنا كيفاش نبينها بيانية يعني لازم تحصل على أن الدالة تاعي نروح من أفلي نقص إكس نلقى نقص أفلي إكس يساوي نقص أفلي إكس هنا نشوفه كيفاش تكون زوجية أفلي نقص إكس يساوي أفلي إكس وفردية أفلي نقص إكس يساوي نقص أفلي إكس أما التفسير الهندسي أو تمثيل بياني دلة F يكون متناظر بالنسبة إلى المبدأ O هنا المجال يكون في كل الحالتين يكون متناظر بالنسبة إلى O المجال أما البيان الدلة الزوجية يكون متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب اللي هو هذا هذا البيان الدلة الزوجية يكون متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب أما بيان الدلة الفردية يكون متناظر بالنسبة الى اوه بالنسبة الى هذه النقطة معناها نحط القلم تاعي هاك نشوف اذا كان الرسم من هذه الجهة متناظر بالنسبة الى هذه الجهة نقول انا الدالة فردية اذا ما تحصلتش على هذه الحالة نقول بالدالة تاعي رهي ما رهيش فردية تكون زوجية ولا ليست لا فردية ولا زوجية نشوفوا المثال تمثيل بياني هناك موضحت هذا التمثيل البياني رهي متناظر بالنسبة الى محور التراتيب محور التراتيب اللي هو هذا محور الصور اكراك وهنا محور الفواصل اكس نحط القلم تاعي هنا نشوف البياني رهي متناظر بالنسبة الى محور التراتيب اذا الدالة تاعي رهي زوجية اما في المثال الثاني الدالة تاعي رهي فردية عليه لأن التمثيل البياني تحاره متناظر بالنسبة إلى O نحط القلم تاعي هنا هذا الجهة رهي كما هذا الجهة إذن الدالة تعي رهي متناظرة بالنسبة إلى المبدأ O الدالة تعي فردية وهنا الدالة تعي رهي زوجية نشوف أن في الأخرى كيف نبين أن الدالة زوجية أو فردية بالحساب يعني حسابيا يقول لك بي أن هذه الدالة زوجية أو فردية نتعرف على شفعية هذا الدالة حيث هذا الدالة تعي يعطي دي أف يعني مجال تعريفتها هو أغ أول حاجة نبدأ بها هي أفلي ناقص إكس نحسب أفلي ناقص إكس اللي هي ثنين هنا عندي أفلي إكس يعني الإكس تعي يبقى بدون إشارة ناقص بسحة هنا عندي أفلي ناقص إكس تولي لناقص إكس مربط زائد واحد كيكون عدد بالتربيع سالب يولي لموجب يعني تولي لثنين إكس مربع زائد واحد وهذه وشنها؟ هي الدالة تعي أفلي إكس مع أن تتحصل إن طلقنا من أفلي ناقص إكس تحصلنا على أفلي إكس يعني أفلي ناقص إكس يساوي أفلي إكس وش قلنا في تعريف تعنا؟ إذا كان أفلي ناقص إكس يساوي أفلي إكس فإن الدالة تعي تكون زوجية إذن الدالة تعنا هنا الدالة أف زوجية ننتقل إلى المثال الثاني جيلي إكس يساوي ناقص إثنين على إكس حيث دي جي يعني مجموعة تعريف هذا الدالة جي معرفة على أغ إطوال هنا أغنج ما هذه معنتها كل الأعداد ما عاد الصفر لأن هنا عندي المقام تاعي لازم يكون يختلف عن الصفر دايما ما ننساش هذه ننتقل الآن إلى جيلي ناقص إكس نحسب جيلي ناقص إكس تساوي ناقص ثنين على ناقص إكس ويساوي هنا ناخذ النقص كعامل مشترك ناخذه البرة هاك نقدر هنا كي تكون عندي إشارة ناقص في في كسر نقدر نحط هذه الإشارة في البسط ولا في المقام نفس الشي بعدها نقدر نكتب ثنين على ناقص ثنين على إكس نفسها هذه الكتابة وهذا الناقص هذه وشنها؟ هي جيلي إكس اللي يعطوها لنا وهذا الناقص اللي حسبنا بها جيلي ناقص إكس تساوي ناقص جيلي إكس لأن هذه هي جيلي إكس إذا نطلقنا من جيلي ناقص إكس يساوي ناقص جيلي إكس إذا الدالة تعي هنا كيفش راهي في التعليقنا جيلي ناقص إكس يساوي ناقص آه عفوا أفلي ناقص إكس يساوي ناقص أفلي إكس إذن الدالة تكون فردية إذن هنا الدالة تعناها هي فردية ننتقل لمثال آخر هنا عندي أشلي إكس يساوي 2 إكس مربع زائد واحد نلاحظ أن هذا المثال الثالث هو نفسه هذا المثال الأول وهو أفلي إكس يساوي 2 إكس مربع زائد واحد نفسه لكن يختلف في المجال مجموعة التعريف تعناها هنا أعطوا لي إكس وهنا أعطوا لي السفر إلى زائد ما لا نهاية هنا الدالة تعناها نقول عليها كيف نلاحظ أن المجال تاعي غير متناظر بالنسبة إلى أو عندي المجال من السفر إلى زائد ما لا نهاية هنا قلنا باش تكون دالة زوجية أو فردية نقول أن الدالة أفدال لزوجية إذا كانت دي متناظر لازم يكون دي تاعي متناظر بالنسبة إلى أو من فردية أيضا نقول أن أفدال لفردية إذا كانت دي متناظر بالنسبة إلى أو وهنا نشوف للمجال التاعي ما راش متناظر بالنسبة إلى أو إذا الدالة تعنا ليست لا زوجية ولا فردية والدالة أش نقول دالة أش ليست زوجية وليست فردية لأن دي أش لي هو المجال التاعي غير متناظر بالنسبة إلى أو نزيد ونشوفوا مثال آخر كالي إكس كالي إكس يساوي القيمة المطلقة لإكس عند الدالة تاعي يساوي القيمة المطلقة لإكس حيث مجال تعريفها هو أغ الشرط الأول تعنا له مو حقق لأن أغ متناظر بالنسبة إلى أو نقول دي كا متناظر بالنسبة إلى أو نروح للشرط الثاني نحسب جي عفوا كا اسم الدالة تعنا هنا هو كا كالي ناقص إكس باش نحسب كالي ناقص إكس نعوض في الدالة تاعي كالي ناقص إكس تساوي القيمة المطلقة لناقص إكس قلنا أي عدد يدخل داخل القيمة المطلقة يبقى موجب يدخل سالب يخرج موجب يدخل موجب يخرج موجب تساوي القيمة المطلقة لإكس اللي هي كالي إكس نطلقنا من كالي ناقص إكس كالي ناقص إكس وتحصلنا على ك لإكس إذن كالي ناقص إكس يساوي كالي إكس إذن الدالة كالي إكس دعنا زوجية إنه تحققت لي هذ الخاصية إذن أعزائي تلميذ بش ندرس شفعية شفعية الدالة لازم نحط في بالي شيئين أول حاجة نشوفها هي نشوف المجال تاعي المجال إلا ره متناظر متناظر بالنسبة إلى الشرط الثاني نحسب مثلا لنقص إكس إذا كانت تدري تاعي اسمها نحسب لنقص إكس إذا لقيتها يساوي نقول زوجية إذا كانت زوجية إذا كانت تساوي إذا كانت تساوي نقص فهي فردية هكذا ندرسو شفعية الدل إلى هنا أعزائي كنوا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو نتلقوا إن شاء الله في فيديو آخر لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد شكرا والسلام عليكم